لي بس تعليق على زيزو قبل منوضوع الهدف يعني عايزين نتكلم برضو على موضوع الهدف تحليل كل هدف فضل تمام ماشي نجي نتكلم لا احنا معنا حاجة برضو الزمالك عملي برضو في شوط التاني يعني ارجوك بس انت كان ليك تعليق على كلام حاجة كنت على كل احنا نجيب ارقام زيزو بس يعني نجيب ارقام زيزو بعد كده عشان ماشي ارجال لو ارقام زيزو جهز معنا زيزو طبعا هو مسجل مع زيزو 72 هدف في المباراة دي عمل حاجة اللي هو زيزو في فترة طويلة فضل يعملها جايب جون وجايب أسست ده افضل حاجة انت ممكن تستناها طبعا من لعب عندك محاولتين على المرمى بشكل صحيح هدف المتوقع كتا 94 من 100 جابوا الجون يعني هو كان مفوض يجيب جون جابه وعمل أسست لزميله هو عامل أسست بشكل مباشر وفيه أسست تاني بشكل غير مباشر اللي هو عن طريق الرقنية محاولتين على المرمى على المرمى محاولتين بس على المرمى بين الثلاث خشبان ما هو ده بدي بيبقى عادي اللعيب بيحاول مثلا من ثلاثة إلى أربعة ممكن اتنين حاجة زي كده وخصوصا زي ما قلتلك انه هو عامل أسست وعمل كيباس اللي أدى إلى الجون الثاني الجون الثالث اللي هو من الرقنية نجيب بقى بقى الأرقام وحتلاقيه في استحواز الزمالك على الكرة بعدد بصات كبير عامل وأغلبها صحيح خلي بالك زيزو انت ساعات مدافع يبقى تلعامل أو بلعب حد في الثلث الأخير في الثلث الأول مثلا انت ليه عامل بصات بنسبة 84% أو 85% ده طبيعي إنما في الثلث الأخير اللي بيبقى زحمة وفيه ضغط بيبقى الأرقام اللي هي 77% قربة 80% تميرات صحيحة ده رقم ممتاز جدا اللونج باس برضو كان رقم مميز لزيزو إنه هو عامل أربع لونج باس الأميز بقى تسع كرات عرضية أربع ناجحين على فكرة النسبة دي عالية جدا إن انت تعمل تسع عرضيات أربع منهم يوصل للمهاجم بتاعك فدي رقم رقم كويس جدا أنا أعتقد يعني أعتقد إن زيزو بشكل عام ليه أرقام قاعدة من كده بكتير فيه مباريات بيبقى ممكن بقى أصل دي كمان إحنا عندنا مش بس الأرقام بتاعت مثلا البساط ولا الكروسات ولا العرضيات أو كده لا ده كمان فيه عندنا الأكروسي نسبة الدقة في كل باصة نسبة الدقة دي عالية اللي هو أربع كروسات سلام من تسعة دي نسبة عالية دي نسبة عالية طبعا الطبيعي أصلا بتبقى نسبة 25% وأقل خاصة أنش مرتبطة بيك لوحدك لأن أنت بترسل عرضيات بجودة معينة هي الفكرة دي وصلت المهاجم ولا تقطعت إذا ممكن تكون عرضيتك مظبوطة 100% بس المدافع اللي أخدها أو المهاجم بتحركش منها أو المهاجم بتحركش مظبوط ففكرة أن أنت ترسل أربع عرضيات في اللقاء بشكل صحيح يوصل للمهاجم ده رقم مميز جدا 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 في العادي يعني اللي هو 44% وقربنا من 50% الطبيعي والأي باك أو وينجر بيلعب بيرسل كرات عرضية أن النسبة بتتروح من 25% يوم ما بتبقى كويسة جدا بتبقى التلت إنما أننا نوصل مميزة لزيزو وده أعتقد برضو زي ما قلنا التوقيع المميزة لشكبالة في الأطمى الجوة فالتوقيع المميزة لزيزو هي جودة العرضية الاستثنائية أنا بعتقد أني أنا ما شفتش في الملعب المصري يحد بيرسل عرضيات زي زيزو طبعا على ما في بيبقى أمثلة ونقعد نحد بقى عندما جوه مصر طبعا في لعيبة عظيمة جات في مصر بتمتلك خصائص ممكن في حاجات تانية أحسن من زيزو ولكن لو بنتكلم عن جودة الكرة العرضية من وينجر أعتقد أن زيزو هو رقم واحد في تاريخ الكرة المصرية في إرسال عرضيات بجودة عالية سواء متحركة كمصريين ولا كمحترفين في الدورة المصرية يعني مثلا حقول لك مثلا معلول معلول مميز جدا لأ نحن نتكلم أنه قررنا معلول بيزيزو نقرر لك معلول بيزيزو معلول بيرسل عرضيات قوة معلول في إرسال العرضية إن هو بيعرف يتحرك من غير كرة بشكل كويس جدا فتلاقيه في مساحة جيدة جدا 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 فعارف ياخد المساحة اللي يرسل منها كرة والممكن التوقيع بتاعه هو الباكباس بقى اللي بيرجعه الوحب بالزبط مش العرضية نفسها اللي بتلف معلول ممكن العرضيات البعيدة بيرسلها طبعا بشكل جيد ولكن مش بالتميز اللي بيعمله زيزو من المسافات البعيدة لفرق اللي يقل صالح زيزو يعني زيزو بتبقى الكرة تحت رجله بيقدر يرسلها بقوة من أماكن بعيدة في الملعب إنما معلول عنده قوة معلول خلاص إحنا طريبا يعني خلاص الرجل كبير والله أنا شاف لا لسه في نفس يعني يدي أنا بشوفه لعيب مهم جدا 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 وأعتقد إن هيبقى من الخطأ إن الأهلي ما يجددش المعلول أنا يعني هو طبعا قرار إدارة الأهلي ولكن أنا بشوف معلول ما زال قادر لأن معلول عنده الحتة بقى المميزة جدا يقدر يسرق المساحة يعني هو باك بخصائص هجومية يقدر يبقى موجود في المساحة معلول ما تقدرش تفهم هو إزاي بقى لوحده بس في لحظة معينة بيعرف يتحرك إمتى بيعرف يعمل مساحة بيفضل لنفسه لنفسه وتلاقي بقى دخل والتصرف السريع جوة منطقة الجزاء يعني مثلا معلول لا يتلعز ما هي معلول الكرة هو جوة منطقة الجزاء تلاقيه يشايف اللعيب اللي حعمل له الباك باس اللي راجع الواحد بالزبط يقدر يوصل منها الفينيش فده نقطة التميز الكبيرة في معلول لما أتكلم عن زيزو فأنا أتكلم عن جودة العرضيات سواء ركنيات أو كرات سابتة أو كرات متحركة تحت ضغطه ومن يمين ومن الشمال يبقى عنده طريقة في اليمين بيعرف يفتح لنفسه وفي الشمال بيعرف يبقى في التلت اللي هو قبل التلت يعني قبل منطقة الجزاء ويعرف يعدل لجوه وهو على الشمال ويرسلها بيمينه بتلف بتالي معانا جودة العرضيات عند زيزو مذهل